محمد البردعي بقول لك ما نعرفه عن سرعة انتشار الكورونا في المجموعات ومع الوضع الراهن في مصر ومع تكدس السجون ومن منطلق إنسان يعلو فوق كل شيء وكما فعلت العديد من الدول والإفراج عن كل معتقل لم يرتكب على كل معتقل لم يرتكب أعمال عمف أصبح دراحت مي يا محمد يا بردعي أيها الكائن الراخو ما عندناش في مصر حد موجود في السجن لم يرتكب أعمال تستوجب وتستحق إنه موجود يا عم حسن نفعة خرج الحمد لله على سلامتك الدكتور حسن وشادي الغزالة حرب خرج الحمد لله على سلامتك يا دكتور شادي وأنا هجمت قبل اتنين هنا ومش عارف مين ومين 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 خرج الناس دي وكانوا داخلين في ايه أنا أنا بقول إخوان مش إخوان أنا كل واحد بهجمه أو بقيمه في تقديري أنا حر كل واحد دي رأيي بقول إنه الدكتور محمد البردعي تاني كل مرة أقوله عليك أن تخرص لأبد لكنه لا يسمع سامي كمال الدين سامي كمال الدين ده يعني واحد خلاص خلاص يعني سامي كمال الدين سوسوا كمال الدين فاكرين هو ومحمد ناصر كانوا بيمرسوا الشيسوس على الهواء هجمالكوا مرة بس مش وقته يعني برضو بتكلم على كورونا فرحانين نفسهم مصر تخرم لكن والله فشر والله مصر مصر هتتحرك وهتعدي وهتوصل وإن شاء الله موتوا بغيزكم أقول للإخوان والداعمين للإخوان والمحبين للإخوان والمعجبين بالإخوان وهؤلاء الذين يصفقون للإخوان موتوا بغيزكم مصر محفوظة ليوم الدين مصر ربنا حباها بواحد بيحكمها دلوقتي بيخاف ربنا مصر ربنا حباها بحكومة بتشتغل بعلم وبوعي وبترفع ايديها وتقول يا رب